اشتركوا في القناة 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 انا جيت يا ماما اذا انت جيت بقدري كده ليه مش قلت النهاردة تخرجي مع خطيبك ايوه يا ماما احنا خرجنا خلاص كده خرجت خلاص انت خرجت من الساعة ورجعت دلوقتي اهو رجع بدري جدا يعني ليه ما خرجتوش طيب اكتر من كده يعني ايه يا ماما وخرجناش اكتر من كده يعني احنا خرجنا نص نص يعني ولا ايه ايوه انتو فلن خرجتو نص نص انتو رحتو عملتو ايه رحنا كافي شربنا قهوة وبع كامشينا اوه هيدي تتسمى خروجة لايحبت المفروض كنت تتروحي سينما او اي حاجة ايوه يا ماما بس هو كان قايل ان احنا نروح سينما بس بعدين قالي ان هو عندو مشاوير يعني شكلك عملت حاجة على فكرة لا ما عملتش حاجة عمليه يعني طيب ماشي يلا رحها لقطك حضر يا ماما ماشي هو فعلا اللي بعد ما قالي ان احنا هنروح السينما قالي ان انا هروح مع ان انا بصر شربنا قهوة ما عملناش حاجة تانية فعلا على رأي يا ماما دي مش خروجة اساسا طيب هو مكر يكون زعل مني على فكرة طيب انا عملت ايه يعني كل ده عشان كنت بتحك الفكرة عايدة دحك مش عيب يعني وبعدين فعلا موضوع دحك قالي هروح الحمام وارجع بقهوة يعني حاجة مضحكة فعلا هو مضحكش مش عارفة ليه وسائل كده ليه والله ازبق انا مش اوجع دماغي براحته هو اكيد عندو مشاوير زي ما قال مريم مريم تعالي في حد بيتسل ده خطيبك يا مريم تعالي يو بقى بيتسل لي دلوقتي بعد ما قالي ان هو تعبن وعندو مشاوير لو قال اندلع عشان نغرج هقول له لا ادهول يا مام خد يا خطيبك بيتسل مش عارف بيتسل ليه ده طيب يا مام هاتيه قالو 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 يا احمد ايوه ايه ليه انا لا استنى طيب انا ما عملتش حاجة هو في ايه بجد لا انا ما عملتش حاجة والله ما عملتش حاجة طيب طب فاهمني طب اسبر اديني فرصة تكلم طيب فاهمني بجد انا ما عملتش حاجة انت ايه ايوه انا ما عملتش حاجة مالك ميتعصب ليه انا مش فاهمة انا بجد مش فاهمة ايه كلمة منك انت بتقول ايه سلام سلام يا احمد في ايه يا مريم مالك في ايه بتعايتسل لي ايه اللي حصل بس مريم استنى طيب قولي لي ايه اللي حصل مريم بنت يا مريم تعالي هنا قولي لي ايه اللي حصل يا ربي هو قالها ايه اكيد عملت حاجة انا متأكدا هي عملت حاجة مريم يا مريم يا مريم فاهميني ايه اللي حصل فاهمين يا مريم ماشا عاجة يا موه سبيني بقى سبيني مريم بجد فاهميني ايه اللي حصل اكيد مش هسيبك يعني قالك قاعد تليفون بدي لما اتصل واسأله لا ما تتكلمهاش تاني اصلا مش هنعرفه تاني يعني ايه اللي حصل يا موه بيقولي ان احنا نفصل خلاص ليه طيب يا مريم هو ايه اللي حصل بالزبط مش عارف ايه ماما عمال اقوله انا عملت ايه من سلط لما احنا كنا في الكافيه هو عمال اللي عامل معي بطريقة مش حلوة حتى كنا نروح السينما وقعد يقولي لا مش نروح عشان عنده مشاوير وطلع بيكتب ودلوقتي عايز ان احنا نفسك خطبتنا هو ايه اللي حصل انا مش فهم حاجة اكيد انت عملت حاجة يا مريم قولي ليه كل حاجة حصلت ياماما مفيش حاجة هو كان عيروح انت مجننا ولا ايه القرف اللي انت بتعمليه ده ماما اعرف ايه يا ماما عادي يا ماما لا مش عايزي يا حبيبته هو الا عايزي فعلا ليه حق ان هو يعمل كده انت بجد غريبة بجد انت مكبرين الموضوع قوي يعني ايه ده مواصر انت سايبة بي يا حبيبتي انت لعدت تقول ايه لا لازم تفطري لازم تفطري وعملين ليه ثلاث بيدات مسلوقة يعني اعمل ايه يعني ده ايه ده انا هنعمل محدش يكلمني اتخمزي انت غريبة جدا ايه ده يا مريم مش ده احمد وريني ايو يا ماما ده احمد السورة دي بيقول ان هو خطب النهاردة خطب النهاردة يعني هو عشان نفصل معايا مبارح يوم خطب تاني يوم بالزبط ده انت بجد غريب جدا يبقى اكيد هو بقى كان بيتلاكك من الاول يا ماما ايو فعلا ممكن كان واخد الموضوع ده عسانة وحجة شفتي بقى ان انا مش غلطة وما عملتش حاجة خلاص بقى اسكتي ايه ده فيه ايه يا ماما بيقول ان الفرح بكرة يعني خطب النهاردة والفرح كمان بكرة ايو انا مش عارفة ايه الولد ده غريب جدا شفت ان هو غريب انا اللي مش غريبة بقى عشان تعرفين ان انا سليمة وما فياش حاجة هو اللي مريض خلاص اسكتي بقى انت كمان انا هوريك يا احمد وهتشوف ان هاعمل ايه بكرة في الفرح بتاعك هوا انت هتروح انتهابلا ولا ايه ايو طبعا هروح مش انا المفروض يعني كنت معاه في الجامعة وكده هروح اسا انا انا زملته عادي جدا ما فياش اي حاجة ايو عاد ان انت تروحي بس انت نوعي تعملي ايه مفاجأة بقى هخليها المفاجأة وخليها لكل الناس مفاجأة كمان انا رايحة رايحة فين رايحة عند اصحابي يا ماما هتزعل مني يا احمد هوريك الوش التاني يا ربي كل ده وبتقول ان هي سليمة اكيد دي مريضة وهو كمان مريض انا جيت ايه ده انت بس اللي هنا يا فاطمة ايوة انا قلت لهم انهم ما ييجوا بس تقريبا الترقية زحمة طيب طيب مش مشكلة هنستنىهم انا وانتي هوا في حاجة انت ليل قلت لهم ان احنا نيجي لا عادي في مشكلة جبيرة المفروضة هنعملها وفي كمان خطة هنمشي عليها عشان في مهمة بكرة مهمة جديدة ايوة مهمة جديدة هوا ايه اللي حصل ما بينك انت واحمد هوا انتوا بجد سبتوا بعض ايوة سبنا بعض واحسن عشان اقصى مش عايز عايز عايش مع واحد زيه انا بجد شفت الحاجات اللي هوا منزلها على انستجرام وكده قلت ازاي يعني يسيبك في يوم وبعد كده يخطب في اليوم اللي بعده وكمان هيتجوز في اليوم اللي بعده ده مجنون صح اهو انا بقول انهم مجنون مهمة بتقولي ان انا كمان مجنونة هوا انا مجنونة لا طبعا انت مش مجنونة ولا حاجة لا ما تقلقيش يا ربي بجد الطريق كان زحمة جدا انتوا تأخرتوا ليه بقى ما هو لسه بقولك الطريق كان زحمة وليلي مش عايز تركب ولا باص ولا تاكسي ولا اي حاجة فاضطرين ان نمشي الطريق كله ماشي ايه ده ليه يعني ايبو كمان كت الدنيا زحمة جدا وحر انت شايف الحر قد ايه ليه ليلي يعني مش عايز تركبي ولا بص ولا اي حاجة عادي يعني عشان استرحنوش بحب ركبهم ممكن نتخطف او حاجة يا ربي عوانتو برضو بتصدق امي الاشعاد دي خلاص يا جماعة خلونا نهدى دلوقتي عشان شوية هتلاقوا دلوقتي اسراء جاية طيب ماشي معلتش الشباب اتأخرت عليكم ازايك يا اسراء عامل ايه الحمد لله انت عامل ايه تمام الحمد لله هو ايه اللي احمد منزله ده هو اللي انا شفته ده حقيقي ولا لا ايوه للأسف حقيقي نقول ايه بقى هو بجد الانسان ده متخلف ولا متخلف هو اكيد متخلف لان ازاي يسيب واحدة زيك بالحلاوة دي وتاني يوم يروح يخاطب وتاني يوم عايز يتجوز لا ده مجنون كده ايوه مجنون صح صح ايوه فعلا مجنون ايه ده بجد هو هيعمل كده ايوه شفتي ما احنا مجتمعينين النهاردة ليه المفروض هنعمل له مصيبة بكرة في الفرح بتاعه ايوه يا جدعة ما تتبيش حقك احنا هنعمل له مصيبة كبيرة جدا كمان تخليه يفضل فاكر اليوم ده لحد اخر يوم في عمره ايوه بالضبط كده يا اسراء طيب جماعة اهدوا بقى شوية عشان بجد نحران ومش طيق نفسي طيب كنت انت تاخذي تاكسي او اي حاجة وليلي تجي لوحدها ماشي لا طبعا انا همشي لوحدي اهي لازم تمشي معايا يعني اهو شفتي ومش عايزة كمان تمشي لوحدها خلاص بقى يا جماعة خلاص ممكن بس حد يجيب لي ميا طيب ماشي انا هجيب لك افضل يا صورة شكرا يا فاطمة اسراء ممكن بس تقومي عشان كنت عادة هنا لا طبعا انا مش اقوم ما قوم ليه يعني روح عاضي في اي حتة تعالي يا فاطمة عاضي هنا عادي طيب شكرا وانزي هتعاضي فين بقى عالفكرة الخطة طويلة ومحتاج تركيز هتوقفي عن ريجلك هتوجعك طيب خلاص انا هجيب كرسي وقعد عادي يعني طيب ماشي وانا عايزكم تركيزوا في الخطة دي كويس جدا عشان المهمة بكرة مش سهلة هتبقى صعبة تمام ايو طبعا اللي في المهمات الصعبة ماليش انا في المهمات السهلة واكيد هننفزها وهتنجح متألاقيش ايو طبعا يا اسراء بس كده يا جماعة هايزي الخطة خلاص كلكم عرفتم هتعملوا اي بكرة ايو طبعا كلنا عرفنا هنعمل اي بكرة متألاقيش يا مارين طول مأسراء معاك مفيش اي حاجة هتمشي غلط كله همشي صح والخطة اكيد هتنجح من نسبة 100% متألاقيش ايو طبعا ماشي ماشي عرفت هعمل ايه وما تسكتيش عن حقك خالص يا مارين تمام ايو طبعا عمي عليك انا اسكت عن حقك مستحيل لازم نعلمه الدرس ايه جماعة مش شايفين اللي احنا نعمله ده كتير شوية لا مش كتير ولا حاجة انا تقريبا شايف ان هو كده اوفر شوية فعلا زي ما هي قادت لا مش اوفر ولا حاجة انتو بس ايه اللي فوف شوية كده وشايفين ان هو كتير عليكم لو شايفين ان انتو مش هشتدروا تعميله المهمة قولوا من دلوقتي عشان احنا مش عايزين اي حد يعصدقنا في المهمة يعني ايه عصدقنا عايز يعني مثلا يعمل لنا اي ازمة او اي حاجة لا احنا اكيد مش هنعمل ازمة وهنساعدكم بس شايفين الموضوع اوفر يعني ما ينفعش نعمل كده بفرحه وكده يعني هو كده يبقى فرحان فلين ضيقه هو العروسة بتاعته اين انتو بتقولي ده يعني هو يفرح وانا تضيق ولا اي يا ليلي لا طبعا ما نقصدتش كده خلاص احنا نعمل لخط زي ما انتو قلت بالزبط ما تقلقوش ايوة كده اه على حسب حساباتي ان هم ممكن ما يدخلوناش الفرح يعني اين ما يدخلناش الفرح احنا عادي يعني زمايل العريس وبعدين احنا كلنا معاه في الجامعة فعادي لنا الحق ان احنا نروح الفرح وكده بس احنا مش معانا دعوة ايوة 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 مش معانا دعوة انتو كل ده اللي قط عاملين تقولوها وتهبدو وفي الاخر قصة مش معانا دعوة وممكن ما نعرفش ندخل الفرح اساسا يا رب انتو بجد صداعة عملت كل حال انتو صدعتوني وخلاص اسكتي بقى شوية هنلاقي حل للموضوع ده ايوة اكيد هنلاقي حل يا جماعة ماما معا تذكرة للفرح مامتك معا تذكرة للفرح خلاص ايش احنا ناخد التذكرة دي وهنروح ايوة كده الحمد لله الحل جيب سرعة جدا احنا ناخد التذكرة وهنروح ونعمل الخط اللي احنا قلنا عليها كده تمام جدا تماما ما فيش اي مشكلة صح لا يا جماعة مش هينفع التذكرة دي بتاعت مامتي وهي ليها هتدخل بيها ومش تردر نهاية الدهانة ليه مش تردر تدهانة لو حكينا لها على الموقف بتاعي اكيد هتوافق ان احنا ناخدها صح لا بالعكس ده كده هترفض اكتر انا بقولك ان هي صاحبة مامة احمد جدا صاحبته فان هي اكيد مش هتحب ان احنا نعمل كده اصلا يا ربي طب ليه بتصدها اي دماغنا من الاول بتقول ان هي معا تذكرة ومش معا تذكرة لا بس احنا ناخد التذكرة دي ليلي انا اصفر هتاخدوها ازاي يعني جماعة انا عندي خطة ممكن لو مامة اللي تعبت مش هدر ان هي تروح الفرح وبالتالي ليلي هتاخد التذكرة وهتدهانة واحنا هنروح الفرح وهننفذ الخطة اللي احنا قلنا عليها برافو عليكي ايو كده يا فاطمة شغلت ماغك معانا بس يا جماعة مامة مش تعبانة وانا اش ضمني ان هي تتعب في اليوم ده اساسا احنا ممكن نعمل لها حاجة ان هي تتعب لا طبعا مستحيل دي منطي ما ينفعش خليها تتعب ما تيلقيش انا عندي حاجة ممكن تخليها تتعب مسلا تساعتين بالزبط وبعدكها ترجع زي طبعتها ومش يحصل لها اي حاجة ومفيش اي ادرار لا برضو ما ينفعش خليها تتعب حتى لو ساعة واحدة ما ينفعش دي منطي ما تيلقيش الدول اللي معاي ده كويس جدا هيا خليها بس تبقى مصدعة ومدروخها ساعتين وبعدكها ترجع لطبعتها ومش يحصل لها اي حاجة متلقيش ايوا يا فاطمة الله عليك احنا هناخد الدول اللي مع فاطمة ده وهندي المامة للي وبالتالي المامة للي هتتعب وبعد ما تتعب احنا هناخد تسكرة منها وهننفذ الخطة ايوا بالزبط كده ماشي يا ليلي لا مش هينفع ماشي يا ليلي ولا لا ماشي ماشي الدهوني يا فاطمة طيب ماشي هالدهوني خلاص بقى خلصت راغي ممكن اروح دلوقتي ايوا روحي خلاص بس يعرفت الخطة اكيد ايوا انت قلت الخطة 3000 مرة وانا حفزتها خلاص حفزتها اكتر من اسمي واسمكم خلاص بقى انا هروح وانت يا ليلي مش هتيجي معايا بس مين هيروحني ماليش دعوة بقى اخذي اوبرا ولا عملي اللي انت تعمليه انا هروح مع نفسي هو ده الدول اللي اخترعته ماتقليش يا ليلي هتدي الممطق وهي هتفضل ساعتين بسم دروقة ومصدعة فبالتالي مش ازدارك دروح الفرح وبالتالي احنا هناخد التذكرة وبعد ما ناخد التذكرة هنعمل الخطة اللي احنا قلنا عليها متيلقش مالوش اي ادرار على موتك ماشي شكرا يا فاطمة بس انا برضو مش عايزة دهولها معلش متيلقش عشان صاحبتك بس دهولها وصدقيني مش هيحصل لها اي حاجة وطعم حلو جدا طعم عامل زي المكسرات بالزبط مكسرات ايوا وخصوصا الكاجو ماما بتحب الكاجو جدا يبقى هيعجبها ادره لها يلا طيب ماشي يا ماما هو انت رايحة فين رايحة فرح احمد تمام يا ماما هم ادوكي دعوة صح ايوا ادوني دعوة طبعا طيب هم انت حطاه فين ليه يعني لا عادي يعني بسأل مش اكتر عشان ما تنتهاش عشان لو نستيها اكيد مش هتقدر تدخلي القاعة ايوا ايوا انا حطها في المكتب جوا ما تلاقيش تمام ماشي ماما بصي صحبتي ديتني البمبونة دي ايه البمبونة دي ايه دي حلويات ايوا منعرف ان هي حلويات ايه يعني بتقول ان هي حلوة جدا بجد يا ماما انا هي ديتني اثنين انا كلت واحدة كان طعمها طحفة بجد ايوا يا ماما وكمان بتعم الكاجو ايه ده بتعم الكاجو انا اول مرة اشوف حلوات بتاع بلكاجو دهني كده اجربها ايوه يا ماما اخذيها بجد طعمها طحفة تصدق اي فعلا طعمها بتعمل كاجو وبندق كمان ايوه فعلا طعمها حلو قوي ايوه فعلا حلو يا ترى امتى الاعراضة تبدأ تظهر بقى طيب ان هنزل بقى طيب استني يا ماما المفروض يتغذي الاول لا ما احنا هنتغذي هناك ما تلاقيش طيب استني يا ماما رياحي شوية بقى انزلي ما انفعش تنزلي دلوقتي ليه يعني ما انفعش انزلي دلوقتي يا ماما صدقني سبري ما تنزلش دلوقتي انا مش فهماكي على فكرة في ايه بقى اقول ليلي لا ما فيش حاجة ما فيش حاجة والله يا ماما ما تقعيش والله ما فيش حاجة ليلي قولي الحقيقة ما فيش حاجة يا ماما اه ايه ده دماغي بتوجعني جامد في ايه يا ماما مالك مش هارف ادماغي بتوجعني حس ان انا ضايخة وكمان حس انها رجع مش قادرة طيب يا ماما رايحها السرير تعالي رايح بسرعة ايوه انا ضايخة مش قادرة مش شايفة قدامي تعال يا ماما هاتي ايديك رايحة السرير رايحي يا ماما كده خلاص مش ينفع تروح الفرح رايحي بقى مش ينفع تنزلي دلوقتي لا انا لازم انزل الفرح مش هينفع يا ماما بس انت تعبانة وبطول ان انت ضايخة وعايزة ترجعي افرزي روحتي ورجعت هناك كده تعمل لهم مشكلة بقى اي رأيك ايوه صح لو رجعت هناك هعملهم مشكلة فعلا وممكن ماما تحمل تزعل مني لا انا مش عايزة اعمل لهم مشكلة وفعلا انا هبقى كده على عليهم طيب يا ماما خلاص بقعودي ماشي نهعد طيب انت ممكن تروحي مكاني اكيد يا ماما ايوه ايوه اقول لهم ان انا هتعبانة جدا ومش قادر انزل تمام ماشي نهنزل يلا قلبلك من نفسك ماشي يلا سلامة الحمد لله اول خطوة كده في القطة نجحت وكمان دلوقتي معايا الدعوة نقدر ندخل بكل سهولة دلوقتي هروح اغير بسرعة وهنزل ايوه انا كده خلاص لبست وكل هما هيلبسوا زي وكمان لو رزيوا ان هما يدخلونا باللبس ده يبقى تاني خطوة من الخطة هتكون نجحت واهم حاجة لنظرات كده معانا الدعوة اول خطوة نجحت هنوريك يا احمد هنوريك هنعمل فيك ايه وكمان لبسنا المايهات تاني خطوة نجحت وكمان النظرات طبعا تالت خطوة كده نجحت احنا كده ماشيين كويس جدا في الخطة دلوقتي ناقص الخطوة المهمة ان احنا نروح القاعة ويرب يدخلونا باللبس لحنا نبسينه عشان لو مدخلوناش يبقى كل الخطة هتفشل لأ طبعا الخطة مش هتفشل متيلقوش وهيدخلونا حتى لو هما مش عايزين ندخلونا هندخل بطريقتنا ايوه يلا عشان احنا لازم نوري له الويل هيبقى شكل واحش جدا وهو كل الضيوف اللي عنده لابسين مايوهات في الفرح حاجة غريبة طبعا ايوه هيبقى شكل واحش جدا قدام اهل العروسة كمان مايحنا ده اللي احنا عايزين نعمله يا جماعة لبجد مش مصدقين احنا دخلنا احنا كده عملنا كمان خطوة جديدة وكده الخطة اكيد هتنجح بنسبة ماء في الماء بس قلتلكم طالما اسرقوا معاكم الدنيا هتمشي ايوه طبعا طبعا طيب يا جماعة عايزين نكمل بيت الخطة لسه طويل على الفكرة ولسه هنعمله مفاجئات كثيرة جدا هو مش متوقع ابدا ايوه وخصصا الفيديو ده هو انتو بجد هتحمله كده ايوه طبعا امالا فضلت اعمل في الفيديو عشر ساعات ليه عشان في الاخر ما تحطوش لا طبعا هنعرضو ايوه طبعا هنعرضو بس يا جماعة الفيديو بجد فضيع جدا انتو تعرضوه ماينفعش ليه يعني ماينفعش يا ليلي ها مفروض صاحبتنا نرجع لها حققها من الولد الاسم احمد ده المتخلف ايوه طبعا لازم نرجع لها حققها وبعدين هتحبت على الفيديو اكيد بعد كل ده مش هتعرضوه لا لازم تعرضوه طبعا ايوه طبعا هنعرض الفيديو يا ليلي بس الولد حرام هيتحرق قدام الناس كلها ايوه مايتحرق ما هو ده الهدف على فكرة ايوه يلا ايوه يلا ايوه يلا ميهات؟ ليه يعني؟ وفيها ايه يعني لما نلبس ميهات؟ وبعدين حرية شخصية تمالك اساس نلبس اللي احنا عايزينه ولا فيه شروط واحنا مناعرفش كنت تكتبوا الشروط دي في الدعوة كنا نعرف على القلم ان فاشنا نلبس ميهات حاجة طبعية انتو جايين فرح المفروض تلبسوا فساتين مش اللي انتو لبسينه ده انتو تجننتوا ولا ايه؟ يلا طلعوا برا لا طبعا مش هنطلعوا برا احنا معنا دعوة زيهم جيبتوا الدعوة منين؟ انتو ديتهم دعوة يا احمد صح؟ لا طبعا ما ديتهمش دعوة انتو تجننتوا ولا ايه؟ ما تغلطش فيها يا احمد دول زمائي لك صح؟ ايوه زمائي اللي بس انا مش عارف هما بيعملوا كده ليه؟ اكيد يعني مش قصد ان هما يعملوا كده يا ربي اولا انتو بتعملوا ده؟ لازم تحركين كده كده دول شوية قدام اهلي؟ بجد مش قادرة شكلهم حلو قوي ايوه فعلا يا احمد شكلك وحش جدن هم مشكلهم حلو حلو اضافة العوامات يا اسراء ايوه طبعا هون هلبس ميوم غير عوامات انا مش فاهم بجد انتو بتفكروا في ايه؟ يعني هون ما تيجوا عشان تبركولي تيجوا بلبس ازباحة؟ ليه لبس ازباحة يعني؟ ما تلبسوا اي حاجة طبعية ان شاء الله تلبسوا ترنج البيت بس مش لبس ازباحة يعني هونت زعلان قوي كده ليه هونت اللابسوا ولا احنا؟ احنا اللابسينو يبقى ملكش دعوة وبعضين في ايه يا احمد زعلان قوي كده احنا كنا عايزين نعمل لك حاجة يونيك كده يعني محدش عملها قبل كده حاجة جديدة وروشة جدا ان احنا ليجيب ميوهات حاجة حلوة صح المفروض تفرح مش تزعل انت زعلان ليه؟ انا المفروض ازعل ان انتو لابسينو ده بجد اطلعوا من هنا انتو كده هتبوزول اليوم بتاعي اطلعوا لأ مش هنطلعوا انت كنت مين عشان تطلعينا هيقا بتاعة ابابوكي واحنا منعرفش؟ ايوه هيقا بتاعة اباباكي واحنا منعرفش؟ عادي الشباب يعني يعتبرونا مش موجودين يعني ورقصوا عملوا انتو عايزين وعادي ما هو فرح يعني المفروض هنفرح كلنا صح ولا ايه؟ ايوه صح عادي طيب يا جماعة يلا بقى شغلوا الاغني وعلوها على اعلى صرف بما اننا كلنا استمتعنا ورقصنا وغنينا وتعبنا حبيت النهاردة ان انا نوريكم فيديو لصاحبي وزميلي العزيز احمد والنهاردة طبعا يوم فرحوا وفرحت كمان عرستوا الجميلة فعشان كده حبينا ان احنا نهديهم فيديو عشان يفضلوا فاكرين اليوم دا للأبر واكيد هتبقى ذكرى حلوة جدا لنا كلنا هشغلوكم دلوقت الفيديو لان انا تعبت عشان عملو وجمعت فيه فيديوهات جميلة للاستاذ احمد واكيد هتعجبوا جدا واكيد هتعجبوا عرستوا الجميلة يلا عشان تشوفوا الفيديو الجميل اتفرجوا كلكم شفتي اهي عملونا فيديو الحمد للان هم طيبين ايوا كنت فكروا ما اعملوا حاجة بس عادي ان هم اجموا بمايوهات صح ممكن كانوا فعلا عايزين نعملوا حاجة جديدة مش اصدامي دايقونا يعني يلا اتفرجوا على الفيديو اتفرجوا طيب ماشي هو هو ايه الفيديو دا ايه اللي انت بتعرضي دا اتفيه بقولك اتفيه دا الوقتي و ايه اللي هيخليني اطفيه اساسا الفيديو مش هيتطفي هو ايه اللي انت بتعمله دا هو في حد عاقل يلبس فستان ويفضل ويعقص كده انت تجنين تصح انت فعلا مجنون صدقيني صدقيني دا مش حقيق والله يا فوتوشوب فوتوشوب باتين جنيه ونص كمان شايفة باين او ان هوا فوتوشوب على فكرة بقى مش باين ان هو فوتوشوب ولا حاجة دا فعلا انت وانا مصدقاهم كويس ان هم قالولي على حقيقتك قبل ما اتجوزك ولا نكتب الكتاب انا مش عايز اعرفك تاني استني والله يصدقيني الكلام دا مش حقيقه دا فوتوشوب بص passive عملي ازاي وإلي انت بتعملي دا انا مش هستعمل اكتر من كده انا مش عايز عرفك تاني ماتاتكلمش معاي ابعد عني ابعد عني استنى والله هشرحلك صدقيني دا فوتوشوب بصدقيني ابعد عني باقولك حاسب يعروصه إلي انت عملت اذا فاية اعرم عليكي معلش شو الله يكن فيه برس ماشي على الارض ومردتش ان هو يعدك او يعملك حاجة فعشان كده زي ايتك ممكنتش قصد ان انا واقعك في البسين معلش حاقك عليا حرم عليكو اني انت بتعمل وده ينفع كده يا احمد معلش شو الله انا اسف تعالي هاتي ايدك هاتي ايدك انا مش بارف عوم اغرق معلش معلش استنوا هروح انا دي على حد عشان يساعدها انت تبتل سايبني كده عمالة بغرق بسي تلحقني انا مش بارف عوم ولا انا كمان معرف عوم طيب اعمل ايه الحمد لله انا عرفت حقيقتك قبل ما اتجاوزك الحمد لله بجد انت بجد مريض ومش بتعرف تعمل اي حاجة في حياتك صدقيني كل الهما بيعملوا ده عشان ان احنا نفصل صدقيني ما تاخدوش بكلامه وخلال انكمل بقيت اليوم اكمل بقيت اليوم ازاي انا المفروض اليوم ده يتمسح من حياتي انا هروح انتحر ايه ده يا جماعة دي العروسة مكيشها ساح تعالوا بسرعة عشان تلحقوها ايه المكيش صح لأ لأ المكيش صح لأ الحاني يا احمد والله مش بعرف عم صدقيني اباك try what happened سيسا اي يوش izmark وانت ميروظ اباك يا ؟ انا هيذف والله يا ماريو ما تزع芸 obviamente اريستوا قcji اتخوض بتاني وبعد كان اتجوز ما تزعرج مني لا طبعا فأحلامك البنفسة جاية يا حبيبي أكيد ماش هتجوز واحد بالمنظر ده موسيقى موسيقى